لا تزال العملية السياسية في العراق تكرر نفسها مرة أخرى بذات الوجوه وذات الخصومة لاختصال كعكة المصالح في البلاد حيث فشلت كل التحالفات في تشكيل الكتلة الأكبر لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء وسط عجز أعلن نفسه بنفسه بعدم قدرة هؤلاء على احتواء التظاهرات المشتعلة وتلبية مطالب المحتجين وإقرارهم بالمسؤولية عما يجري صحيفة انترناشنال الإيطالية قالت وفي تقرير لها إن تشكيل الحكومة في العراق لا يزال بعيدا في أعالي البحار وتؤكد الصحيفة أنه بعد مرء خمسة أشهر على الانتخابات النيابية لم تتمكن الكتلة السياسية خصوصا الشيعية منها وفق نظام المحاصصة في الوصول لحل توافقي لمنصب رئيس الوزراء كما جرى في اختيار رئيس البرلمان الذي تم التوافق عليه في مزاد علني كما يتهمه نواب في ذات البرلمان لكن اليقين الوحيد كما تشير مسارات الأحداث هو أن ولاية رئيس الوزراء الحالي حيذر العبادي لن يتم تجديدها بسبب التشضي الكبير بحزب الدعوة وتخلي قسم كبير من الحزب عنه لصالح منافسه المالكي يضاف إليها انفيرات عقد تحالفه النصر ليبقى السؤال المطروح تحت قبة البرلمان من سيحل محل العبادي في ظل وجود عشرة مرشحين محتملين يجب على كل واحد منهم اجتياز أربعة اختبارات أولها تحصيل دعم من الاتلافين الرئيسيين وتفويض مطلق من الولايات المتحدة وإيران وثالثها موافقة المرجعية وأخيرا قبوله على أنه أقل الشرور الممكنة وهي حيثية لا تؤيدها التظاهرات الجارية في البصرة وجنوب ووسط العراق التي انتقلت لمرحلة ترد قلب الطاولة على العملية السياسية بأكملها في ظل المؤشرات التي تقول إن رئيس الوزراء جديد وحكومته سيكونان جزءا من نفس نظام الإدارة الفاسد كما تؤكد صحيفة الانديبندد البريطانية هذا النظام الذي أدار البلاد خلال 15 عاما الماضية وترك العراق يباسا بوارا بعيدا عن أي تنمية اقتصادية أو خدمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر